تعد بطولة العلا الوحيدة من نوعها في العالم التي تقام في الصحراء حيث استضافتها محافظة العلا للمرة الأولى في عام 2020 هذا وقال عمرو زيدان رئيس مجلس دارة الاتحاد السعودي للبولو إن نسخة هذا العام أكبر من حيث الحجم والمستوى وقد رسمت ملامح مرحلة جديدة في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية لقد أجرى الفرسان تدريباتهم هنا خلال تحضيرهم للمنافسة ونحن نحاول الآن أن نعرض رياضة البولو أمام الجماهير في المملكة من جديد وهناك تعاون وثيق بين الاتحاد السعودي للبولو والهيئة الملكية للعلا من أجل تعميم هذه الرياضة على نطاق أوسع فاز فريق العلا بعد أداء مميز في المباراة الأخيرة مع فريق ريتشارد ميل بنتيجة نهائية مجموعة خمسة مقابل أربعة وذلك بقيادة نجم البولو الأسطورية الأرجنتينية أدولفو كامبياسو وحصل الأمير سلمان بن منصور أل سعود على جائزة اللاعب الذي يعيد بالكثير في البطولة بصراحة لديه حدف للوصول إلى أعلى المستوى في رياضة البولو وإبراز قدرات لكامنا في هذه الرياضة والبولو ليس رياضة للمنافسة فقط بل أعتبر كل ما يمارسها أفراد آلة واحدة أو مجتمع صديق أو رعاق جدين بالذك لن رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشتمل تطوير البنية التحتية وبناء المرافق العامة الداعمة للرياضة الفروسية وإنشاء المزيد من مسارات السير للخيول لإثراء المشهد الثقافي للزوار خلال زيارتهم للبواقع التاريخية وتساهم ممارسة ركوب الخيل وسط المشاهد الصحراوية الرائعة والتشكيلات الصخرية المميزة التي احتضنت حضارات عريقة سابقاً في توفير تجربة استثنائية وفريدة للزوار